اشتركوا في القناة بلقب كأسي سموالي العهد للفرق الزوجي حيث قام ساعدة الفريق الركن أذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان بتقديم كأسي البطولة لقائد نادي البحرين عدنان السويدي خلال الحفل الذي أقيم في النادي تهل فريق الرئيس على المباراة النهاية بطولة كأسي جلالة الملك المفدى لكرة القدم ذلك بعد تغلب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور نصف النهاي للبطولة الرفاع تقدم مبكرا في النتيجة بهدف لمحترفها السوري محمود المواسة في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل النادي الأهلي في النتيجة عبر محترف البرازيلي دييغو في الدقيقة الثمينة والعشرين بعدها أحرز السوري أحمد الدوني الهدف الثاني للرفاع في الدقيقة الرابعة والستين الرفاع سيواجه في المباراة النهائية فريق المحرق الفائز على النجمة يوم الجمعة الماضي ترجمة نانسي قنقر